حذاري حذاري أن ننظر إلى أفعال الله أيها الإخوة إلى أفعال الله وإلى خلق الله فقط من زاوية حاجاتنا نحن وأهوائنا الضيقة مستحيل من الإله أنت أم هو هو أنت العبد عليك دائما أن تنظر في مرآته لا في مرآتك أنت تقول مرآة الله وإن هي الوحي الوحي القرآن اقرأ القرآن افهم القرآن تعمق القرآن آمن بالقرآن سوف يستحيل هذا القرآن مرآة ترى فيها نفسك والأشياء والأحداث والوجود وسترى مستقيم بإذن الله ولن ترى فيه عوجا ولا أمت ولن ترى فيه تفاوتا ثم ارجع البصر كالرقيمة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حزير في مرآة الله في مرآتك أنت ومرآتك ذاتية بسيطة جدا محدودة ناظرة أيها الإخوة ولاحظة من اللحاظ ماذا وباللحاظ ماذا لحظ المصلحة مصلحتي وحاجاتي وما أحتاج وما لا أحتاج هذا الشيء قميء وصغير جدا جدا سيتشوه كل شيء وربما ترى الله شريرا أو عابثا ليس كذلك أو ظالما حتى العباد إياه حذاري هذا هو الفرق هذا هو الفرق طبعا هذه المرآة مرآة الذات يمكن أن تكون الذات المجموعية مرآة الطائفة أو المذهب أو القبيلة أو القومية أو الثقافة نفس الشيء تشوه إياك وهذه لسالة الدين أيضا تحرر من هذه الأشياء حين تتناكد مع الوحي وتتناكد معه لا أشطب عليها وأخذ بالوحي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر لا يعنيني لا يعنيني أن أصوَّر وأن أُعتبأ أنني خارج عن السر خارج عن الخط العام مشاكس شاذ في أفكاري لا لا أنا مع الوحي أنا أستلهم الوحي لا أستلهم ثقافة عليلة ثقافة رثَّ بالي يا مريضة معتلة هذه الثقافة ثقافة لا إنسانية في هذا الباب على الأقل في هذه القضية الوحي لن أقول إنساني رباني هذا وحي رباني أعلى معيار يمكن أن تشبث به الإنسان وهو أثق تماما ومؤمن فإذن انظر إلى هذه الأمور والأحداث وأفعال الله وخلق الله ضمن مرآة الله عز وجل مرآة الوحي وليس مرآتك أنت التي تعكس حاجاتك وإدراكك البسيط النسبي الضعيف المتغير الهش المحدود واضح أخواني وأخواتي هو هذا هو هذا